لا تزال قوى الإرهاب التي وجدت من اليمن ملاذا خصبا لها جراء عدم تعزيز اليقظة وتخاذل الأجهزة الأمنية عن أداء الدول المطلوب منها لا تزال مستمرة في توجيه ضرباتها واحدة تلو الأخرى مستهدفة أفراد القوات المسلحة والأمن مسؤولون أمنيون أكدوا مقتل أكثر من خمسين جنديا وضابطا وجرح العشرات في هجومين إرهابيين استهدفا معسكرين في محافظة شبوة فجر الجمعة موضحين أن سيارة مفخخة قادها انتحاري انفجرت وسط كتيبة عسكرية كانت مكلفة بحماية أنبوب الغاز الطبيعي المسال في منطقة النشيمة على بعد خمسين كيلو مترا شمال منشأة تصدير الغاز في مديرية رضوم ما أداء الاستشهاد 32 وجرح 40 وتزامن هذا الهجوم مع هجوم آخر شنه مسلحون يعتقد صلتهم بتنظيم القاعدة على معسكر قيادة قوات الأمن الخاصة في منطقة جول الريدة بمديرية ميفعة أسفر عن استشهاد ثمانية جنود وأسر عشرين جنديا وضابطا بالإضافة إلى نهب أربعة أطقم وتدمير خامس كما انفجرت سيارة مفخخة على بعد كيلو ونصف من مثلث عينبام عبد مستهدفة للقوات الخاصة المرابطة في مفرق رضوم وعززت الأجهزة الأمنية من تواجدها في عاصمة المحافظة والمنشآت النفطية حيث شهد انتشار كثيف للجنود في مدينة عتق والحقول النفطية لمنع أي هجوم محتمل قد يستهدفها وتعد هذه الهجمات الأوسع والأعنف منذ طرد العناصر الإرهابية من محافظتي أبيا وشبوة العام الماضي